إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إنجليزي من أعلامي من مستشرك القرن العشرين ولد في مصر سنة 1985 وتوفي في أكسفورد سنة 1971 في سنة 1921 عين بلقب بريدر في تاريخ العربي والأدب العربي في جماعة لندن يعني هذا مقام علمي أكاديمي جيد في الجامعة ولما توفي سير توماس آرنولد الذي هو مستشرك معروف خلفه على كرسي اللغة العربية في الجامعة كما خلف توماس آرنولد في الإشراف على تحرير موسوعة الإسلام الإسراقية الطبعة الثانية طبعا هذه الموسوعة من أشهر الموسوعات المتعلقة بالإسلام والتي أشرف عليها نخبة المستشركين في الغرب وطبعا سيطها عالي جدا اعتزل العمل سنة 1956 ثم عاد إلى ليكون أستاذا للغة العربية في جماعة أكسفورد وهو عدد كبير من المؤلفات وتتوزع مؤلفاته بين ميدان الأدب العربي والتاريخ الإسلامي والأفكار السياسية الدينية في الإسلام طبعا أشهر ما عرف عنه في اللغة العربية هو كتابه Modern Trends in Islam الاتجاهات الحديثة في الإسلام وعنده كتاب آخر اسمه محمد النزم نشره وسنة 1949 ماذا يقول هذا المستشرق عن حفظ النص القرآني؟ يقول في كتابه محمد النزم المحمدية سبر تاريخي طبعة أكسفورد يونيفورسي براس سنة 1962 الصفحة 34 كما هي أمامكم يقول يبدو أنه من الثابت أنه لم يتم تغيير مادة القرآن أي نص القرآن وأن الشكل الأصلي لخطابات محمد ومحتوياته يعني خطابات محمد ومحتوياته يعني يخصي القرآن هذا الشكل الأصلي وأن الشكل الأصلي لخطابات محمد ومحتوياته قد تم الحفاظ عليه تم الحفاظ على الشكل الأصلي لهذه الخطابات للقرآن وأن الشكل الأصلي لخطابات محمد ومحتوياته قد تم الحفاظ عليه بدقة عالية وهذه شهادة مباشرة على أن الحفظ القرآني جيد ودقيق على خلاف ما يقول المشككون على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يتحدثون بعاطفية رغبوية تريد أن تدين القرآن لأنها تبحث حقيقة عن حفظ هذا النص الإلهي